النهاردة في بداية بقى بطولة كأس الرابطة ودي البطولة الجديدة لربطة الأندية المحترفة أعلنت عن تنظيمها استغلالا لفترة توقف الدوري أثناء كأس الأمم وهي بطولة تنشطية لكن ربطة الأندية المحترفة شأن الكثير من الروابط المحترفة في الدول الأوروبية الكبيرة بتحاول تطفي على هذه البطولة الجدية الكافية وتحاول تخصص لها جواز مالية وجعلت المشاركة فيها إلزامية يعني التمنتاشر نادي اللي مشاركين في الدورة الممتاز من حقهم أو اللي زمن عليهم المشاركة في كأس الرابطة باشموندس اللي أجريت قرعتها النهاردة مبدئيا الفكرة رأيها كيف فيها؟ الفكرة يعني شكلها أن بدل أن ديما تقعد فضية وكل نادي يحاول يدار على موطشاته الدية سنعمل لكم دورة تنشطية على هدف عشان تاخد شيء من الشكل التنافسي الفكرة مش وحشة لكن كمان أنا مش عادل أن ديما تاخدها بجدية نادي بطولة بقى وتبقى فيها صراعات خاصة في غياب الدوليين يعني يبتدون الناس من دلوقتي تتكلم عن لسان الاندية المجموع دي ضعيف والمجموع دي قوية وكلام دا ما لا أظن النادي الأهلي صرح ولا غضب في الأهلي عشان المجموع على الكلام دا يعني نادي نادي